وخلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مباحثاته مع نظره البرازيلي لولا دا سيلفا عكست حجم التوافق بين البلدين إزاء مختلف الملفات والقضايا وأوضح الرئيس السيسي أنه تم الاتفاقه على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق صراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأكبر قدر ممكن المباحثات السنائية التي تمت عكست قد إيه حجم التوافق بين البلدين في المجالات المختلفة وأيضا فيما يخص القضايا الدولية توفقنا على أن أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صراح الرهائن والمشجونين وإدخال المساعدات للقطاع بأكبر حجم ممكن حفاظا على أرواح المديني ثم وصولا إلى إطلاق مرحلة ما بعد الحرب من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وهنا لازم أسجل أن البرازيل من الدول التي اعترفت من فخامة الرئيس بالدولة الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر